اشتركوا في القناة قال قال موقفك شنو قال غير الواضح لشنو كده عشان ما عشان ما نقولوا كلام ما ياهو ايوة كده دقيقة خليني نرجع لي الكلام عشان عشان نشوف الحاصل شنو طيب اه قال موقفكم الذي لا يحمض مطلغا لا ماذا اه ايوة بعدين في نقطة مهمة الرجل ده صبر على ناس جمعية الكتاب والسنة خمسة سنة ايوة صبر عليهم خمسة سنة ما نشر النصيحة اللي نصحها اليوم والشيخ محمد بن هادي ولا شهرين ما صبر عليهم طيب يلا هو بتكلم عن محمد الامام قال فموقفكم من المدعو محمد المعبري الملقب بالامام مع وقوفكم التام على حقيقة منهجه المنحرف تجاه الروافض الحوثة قال وقد ارسلت اليكم قديما قبل الوثيقة المعبرية وثيقة وكلام ومقال رد على علي الرازح وكذا قال وقد بينت في مدى سوء مقال هذا المعبري ناهيك عن كل كلام علماء السنة الكبار فيه وتضليلهم له وأنت تقرب أدباعه وتسكت عنه وتعذره وتجد له المخارج مع أن الواقع أثبت أنه لا يعذر بتين لقلو المخارج ها؟ لقلو المخارج بتين يا نزار هاشي شوف الكلام ده كيف؟ وبتين سكت عنه ما قال عنه الشيخ محمد بن هادي حفظه الله أنه أن هذا الرجل أنه يسكت عنه مش قال عنه الكلمة دي؟ ها؟ أعمى الله بصيرته سكت عنه كيف؟ طيب نمشي سريع فدكذب على الشيخ أنه يجد المخارج ويسكت عن محمد الإمام ده كذب واضح وهو تكلم فيه رفته كلام محفوظه إن شاء الله الكلام بيجيك موثق يا نزار هاشي فلابد تتوب وترجع من هذا الكذب الذي طعمت فيه بغير وتيحق والنبي صلى الله عليه وسلم قال قال ولا يزال الرجل يكذب إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذب بعد ذلك قام ألزم الشيخ العلامة أنه يطعن في العلماء الكابر تصريحا أو تلميحا لأنه طعن في بعض الذين سماهم الشيخ حفظه الله بالصفاء عقاوة للصعافقة ديه صعافقة رفته فأول مسألة نقول لك هل التصريح يعرف باللازم يعني هل ذكر اسم هل ما ذكر اسم يعرف بيسمى تصريح كيف ده نمرة واحد نمرة اثنين كونك انت شوف الطعن في ناس اسمه منه الخيبري والجماعة ديل المعنى زار هاشم يعتبر طعن في من يتتلمذون عليه من علمائنا حفظهم الله طيب والطعن في الشيخ محمد بن هادي بكلامك ده ما طعن في الشيخ ابن باس ولا طعن في الشيخ محمد أمان الجامي ولا طعن في الشيخ عبيد الجابري ولا طعن في الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي ولست تطول من العلماء الذين زكوا الشيخ محمد ابن هادي وشيخ زيد المدخلي وغيرهم من العلماء حفظ الله الاحياء ورحم الله الاموات فبنفسي منهجك ده يلزمك من كونك ها جعلت طعن الشيخ بحق في هؤلاء الصعافقة طعن في العلماء الذين يجلسون عندهم كذلك يلزم نزار هاشم أنه بطعنه في الشيخ محمد ابن هادي المدخلي هو طعن في العلماء الذين زكاهم مع الفارق الذي بين الثرى والثورية في من طعن فيهم الشيخ محمد ابن هادي المدخلي والشيخ محمد ابن هادي المدخلي فارق الكبير علما وعملا ودعوة وردا ها وتزكيات وغيره من الأمور التي يعلمها السلفيون رفته فيلزمك إنك أنت ذاتك يا نزار هاشم بالستاشر صفحة دي اتطعنت في العلماء الذكو الشيخ محمد ابن هادي المدخلي يلزمك ولن تخرج من هذا اللازم إلا أن تتوب وترجع إلى الله يلزمك ها إذا كان الصعافقة ديل الصعافقة قلت تعطرك الطعن فوقهم يعتبر الطعن في علمهم إنت أنا زار هاشم محمد ابن هادي المدخلي يعتبر طعن في الشيخ ابن باس ويعتبر طعن في الشيخ الفوزان ودي كلها موثقة تزكيات هؤلاء العلماء للشيخ محمد ابن هادي المدخلي وطعن في الشيخ ربيع وطعن في الشيخ زيد المدخلي وطعن في غيرهم من العلماء الكثر الذين الذين زكوا الشيخ محمد ابن هادي المدخلي وأنت طعنت فيهم